على الرغم من تأكيد التحالف السعودية الإماراتي نيته العمل على تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى أن التحركات الإماراتية في جزيرة سقطرة تشيب غير ذلك مصادر محلية قالت أن خلايا استخباراتية إماراتية دشتنت عملها بسلسلة اختطافات لشخصيات حكومية وشعبية معارضة للتواجد الإماراتي من بينها مدير ميناء سقطرة رياض ياسين التحركات الجديدة وصفها مراقبون بأنها خطوة تسعى من خلالها أبو ظبي للسيطرة على المسؤولين المحليين الموالين للشرعية في الأرخبيل بالتهديد تارة وأخرى بإعطاء هبات مالية لكل من سينخرط في خطط التحريض والتشويه والاعتداءات ليست هذه أول خلية استخباراتية إماراتية تصل سقطرة فقد وصلت عدة خلايا بداية 2019 تضم ضباطا رفيعين في مهمة التخطيط لإسقاط المحافظة وتمكين عناصر الانتقال في كافة مؤسسات السلطة المحلية تتحرك الإمارات بشكل أكبر في سقطرة في إطار سعيها لإحكام سيطرتها على هذه الجزيرة من خلال إفراغ المؤسسات الرسمية من كل الموظفين الذين لا يدينون بالولاء للمشروع الإماراتي وهما يؤكد وجود أطماع إماراتية لاحتلال الجزيرة والبقاء فيها لفترة أطول وإذا أما يجري في سقطرة يتساءل مراقبون عن أسباب صمت الحكومة الشرعية عما يحدث هناك وجدوا وجود ما يطلق عليها قوات الواجب السعودي المتواجدة لحفظ الأمن في الجزيرة أو هكذا يفترض